مرحبا بكم في عدد جديد من شاشات من جابس سينما فن البرنامج اللي قلتونا فيه كل نهار في مهرجان جابس سينما فن نحكيو فيه على مختلف الاقسام واهم المواطيع المطروحة فيه اليوم باش نحكيو على علاقة المهرجان بمدينة جابس بمشاكل مدينة جابس من خلال قسم سينما الأرض كلنا نعرفه جابس ومشاكلها البيئية والبرمجة هذه السينماية اللي جات حتى تحكي وتحط الصباح على الجرح وتحكي على المشاكل البيئية من خلال الأفلام ومن خلال حضور المجتمع المدني معهم في العروض وضيفتنا بعد شوية باش تكون رباب لمباركي لكن قبل هذا فما قسم مهم في مهرجان جابس سينما فن وهو الكازمة الكازمة اللي فيه عروض فن الفيديو من العالم الكل هيدنا نتفرج مبعضنا لأجواء كيفاش كانت شيء افتتاحه اشتركوا في القناة 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 نقمو في بلادنا نهاريخ نقمو في صغارنا نقمو في الأجيال الأخرى خطر ما ناش عارفين ونماشي وفيلم الثاني اللي هو دوكومنتير اسمو إيكاريوس بالانس يحكي على مشاكل تشبه الياشر للقبس حكي على قصان شجر حكي على التلوث لفصل البحر حكي على الميغرسيون في فياج في الميديتراني دوكو حاسينا انه الفيلم حوس بينا في البحر القبض المتوسط أما قعدنا في حاجات تشبه الجيبس هذيك علش كيف تفرجنا لجنة فانية لكل قلنا يزمو يتعدى الفيلم هذا معناها ما جيبس جيبس بالحق هذيك علش المشاكل اللي تعاني منها الجيبس أما جيبس بدرجة أقوى خطر فما مجمع الموت فما معاتها جروب ماشي ميكي كبير اللي خاعد يقرب في الاختار احنا في قبض قرب ياسر من الاختار الإيكولوجي أكثر من دي زون أخرى دوكو نحس انه فيلم كيما هيدا كيوري حاجات أخرى صاريا في البحر القبض المتوسط اللي موجودين كلهم في منطقة واحدة في ولاية واحدة يلزموا يتورا ذيك علش النقاش البارح كان مهم جدا النقاش كلمو فيه دي كمبر خاطر هو بش نحكي لك أحنا كيف فات خمامنا زادا في سينما أرتا نرجع لك بعد عن النقاش حبينا نخلقوا كادر آخر كادر طبيعي كادر بيه أنو نعقضوا أفلام في قاتل سينما أما بيه أنو نخرقوا أشكال أخرى لعرض الأفلام دوك خمامنا ونا نعملوا كمبي استدعينا دي كمبه بقتونا غياء مع جماعية سوتكم مع ستوب بلوشن في الدباع في اسباس عبيد البشراوي اللي هو مولود جديد فرحانين به اسباس ثقافي تبع جماعية سينة واحد مدينة كيبس نوك حاببوا يعمل كمبينج فاست الواحة بيش الناس دي هكا تكمبيهو تبعد على السترس واحدة كل شيء نوك احنا كنا سباقين في الاسباس دوك مازال مش معروف برش دوك برش عبا تكتشفوه بيه دوكو شكرا يوميسي يصير محليهو عليها لمدينة برشة لما ما هحليها جوا الدي كمبيهو اللي ميتفرجوهو عليجو الناس الناس مهتمة بالمشاكل البيئيه تقعيها على الاخر و تلموم مع بعضهم جاو ضيوف المهرجين جاو ضيوفو خرين جاو مواطني جاو جيرين البلاصة تلمى تلميه يصير محليها وكل واحد عشان على برشة مهمت من منظور معين انتي لاق من الزوس الأفلام اللي اللي تشوفو نهارتا بقينا بدينا بالفليم وبعد طرقنا دور ودور ودور وترجع للقابس وحكينا في برشة مشاكل وطرحنا بعض الحلول فما ديزان جونيور فما ديزان جونيور فما طفلة عجبتني حكيت على بخوجي كيفاش لسيلول هذو كم شيمي كمتاع فوسفو جيبس ينجمو يتفكو يتفكو دين فاسون معاش يوليو يمعطا خفو شوي معتا فما حاجت يصير محله لك هذك 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 هكينا في ديبا البارح حكينا انو كان كل واحد كل واحد قاعد يخدم واحد فما لما راي مش ما فمايش اما الكورديناسيون ولا السنكرونيزازيون مبيني اذي كل يجبوا يتعمل دوك الناس الكلها كان الانجينيور عنده فكرة الاخرى انجينيور في حاجة اخرى عندها فكرة اني نخدم في الاوديو فيزيوال نمشي نصور الاخر يعمل جرافك الاخر يعمل هال نعملو حاجة لما يسرمح له دونك الحلول والحاجات اللي نخمو فيهم مثلا يحبو شباب عاملين مطلب لليونسكو بش يدراج واحد قابس بش تتحمي من اليونسكو اللي هي حاجة امبورتان خد اليونسكو كي تحمي واحد قابس تولي برشة حاجات تتكلم مفروضة خدر فما تفقيات دولية دونك خطوة هذي امبورتان كان كل واحد يساهم بطريقة الاخر يعملي فيديو الاخر يقدم الاخر يتكون ملف يكليبري ويكون عنده وزن مهم جدا مثلا الكوب فانتسيت القمة بتاع البيئة البارح في الكامبينج بتاع كيبس المفن اعلنوا على الجاو من جماعة جرين بيس وجاو برشة برشة من تونس كل جا اعلنوا انو عملوا مطلب ووافقوا انو كيبس بتحت ضمن الكوب فانتسيت الجاية هي بش تتعمل في مصر اما فيما القمة الموازية بتاع المجتمع المدني بش تصير في كيبس انو تلمي الناس تحكي على مشاكل بيئية في كيبس نقول للأسف مش للأسف في كيبس ما للأسف بالمشاكل تعيش فيهم كيبس اليوم وكلنا فيبنا بيهم المشكل هذي نحب نسألك عليه كنا فيبنا بيهم المشاكل بكبيرنا بصغيرنا بلي جي الكيبس مرة في العام بلي يعيش في كيبس بلي ما يعيش في كيبس حتى مرة كنا نعرفوا مشكلة الإفرازات متع الكوبشيمي كنا نعرفوا المشاكل بتاع التلوث اللي يجي الكيبس يشم الريحة وفهم عبدا تقول لك وصار الموقف الهناي في الوتيل معنا خرش من البيت قلت له هل يفهم فويت بتاع غاز؟ بالحق وقعدت بيه تنسى فيهم ويخفهم فويت بتاع غازي اختلفت لبات خليل الريك البخار دوتستانس هذا نهار الأول من بعد دوتستانس تقول لي ريحة ديك عادية اليوم هو وقت اللي يبدأ فهم القضية معروفة ومعلي هاش معارضة زي ما فهم حتى حد يعارض يقايد التلوث ولا يقايد المشاكل فماش حتحدها علش ما تتحدش ماذي كهي خاطرها الناس كنا نعرفوها وما فهم حتى حد يعارضها وكيفاش يكمن الحل هو راهي سلسلة كاملة كي ما كنا حكينا البرح في الدباع زي ده حكينا انه سلسلة كاملة نجم انه كاختيست نعمل فيلم بش نحسس بش نوعي بش نوري مشاكل جيهتي بش الغالم تاعي انه تحسيسي عندو زادة بعض تاوعي عندو بعض زادة مش ننشر المعلومة فهم بلاد راهي قاعدة فماش عبدها كيتفرج يقول تيان راهو مثلا الفوس فجيبس عندي لي حل في كذا ولا عندي بش نعمل به كذا ولا حاش نعرش دي ما عنا امل دي ما موجود هو انا كاختيست نقوم بواجبي شباب ديزان جونيار يخلوا في دي بخوجي فان دي تود دي غوشيك كيف كيف يقوموا بواجبها اما الحل انا من المنظول الخاص ومتنجم تكون الا الحل الوحيد اللي هو الارادة السياسية كيفما ارادة سياسية باش تقوم تخدم على انو قيبس يصير لها حد متلوض ولا بشوي 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 نخدمه على استراتيجيه انه نقصه من المشاكلة خضر كما قلت في اول انتربيو راهوا فريمان الاخت راهوا نهار اخر بش نعيشه حاجة ياسر خايبة اللي حتى حد ما هو عيبها توبره ماما ناس كلها انه تقول ايه جروب شي ميك والمجمع كيميائي ومعمل سيميل كلهم يدخلوا في ميزانية باه يواجساموا في ميزانية الدولة اما مع الوقت ما عشو شوالي فما عبيد ما عشوالي فما دولة ما عشوالي فما حتحد في هالدنيا يذي دوك سلسلة راهي طالت ولا 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 قربت مخترا ياسر اليوم نحن نحكيو على الافلام حالينا في الافلام اليوم الفيلم من اكثر ان فيلم دوكومنتر من اكثر لذيوتي اللي نجم ووصلوا لانفورماشن من خلال الكمبيتنس اللي عامل لغيالزاتور نتالي فيلم دوكومنتر في ستوري تيلنج يمكن أن يخرجوا القصة يمكن أن يشدوا المشاهد أكثر من ريبورتاج تالف زواء إلا أخبار محترام للتالف زواء اليوم فما أفلال وفما مجتمع مدني مجتمع مدني يخدم في ديزاكسيون يعرف في وصل للناس هل سينما الأرض اليوم من جامل سينما فن تنجم تخرج بقام موفموت دنفاكت اللي يجمع حتى ما بعد الفستيفال لأنه الدباع والناس اللي حضرت في الدباع وحكاة هل فما ما بعد الدباع هذاك فما حاجة باش يكون متابعة يمكن المهرجين يحتضنها والمهرجين يكون فرصة أن الناس تلمب شوري تخدم مبعضها في أم بخوجة واحد هو المهرجين يعمل لما يعمل موفمون باهية يعمل كما نقول احنا يلقى هكا كامون جرامب ما بين برشة عبادي لمهم في أرضية مشتركة لهول في استيفاء يتلموا الناس هذية لكلها مبعضها وكل واحد في منجم يقدم الحلول ويعملوا مثلا البارح احنا الدباع متاعنا مبارتنا مع ستوب بلوش وانهي موفمون لهي جامعية ولهي كلب لحتى موفمون جروب لما بعضهم هلو هاينا عملوا حملة اسمها ستوب بلوش نحركة بلوش ويعملوا في حملة ونهار له سنك جوان الجاي يعملوا عشرة سنين لك هما ملمومين ويخدموا يحسوا ويشاركوا في الليكوب ويعرضوا في أفلام ويحاولوا ويلموا في الناس وهوما يجريوا على على إدراجة في اليونسكو لك البارح كتلمينا في وسط الواحة في الكامبينج ومع مع صوتكم ومع جماعات جريم بيس ومع جماعات جمعية أخرين تجووا من قفصة من صفاقص يحبوا يعملوا كل اشتراكية فما مشاريع قاعدة تتحذر وإحنا سينيما الأرض في شبخة مواصلة لك من نجموا كان إنه نحتضنهم ومش نحتضنهم من نتعاونوا مع بعضنا مش نجموا نعملوا برش حاجة لك إحنا ستوب بلوش مثلا ثلاث عام بارتونير معنا في الدباء وفي أي حاجة عن تعليقة بالإيكولوجيا ولا حاجة هم يجيوا يشاركوا في الدباء ويعاونونا بالأفكار وكل شي لك إحنا بدنا ديجا نعمل شامل كوا مع دما بعضنا مش نخدموا مش نخدموا مش نعملوا حاجات وجايخي إن شاء الله إحنا من نجموا كان إنه نشجعوا ونعمل شامل هذه حاجة كخطوة أولى خطوات الجاية كان نجموا كان ساهموا فيهم ونكونوا فيهم سبب من الحاجات زادة اللي أنا عندي المعلومة إنه المهرجان من 2019 حابب يوصل لها حتى في حلقتنا ثانية حكينا مع مديرة المهرجان فاطمة شريف وطلها هل نعتبر اليوم مهرجان غابل سينما فان مهرجان أخضر قتلي حابين نكونوا مهرجان أخضر وإيكو فرنكي أكثر من باقي المهرجانات قاعدين كل مرة نحاول ولكن نشلقين الطرق هل تعتبر اليوم المهرجان لأنه اليوم مثلا نفهم فيلم فيلم إنفكسيون لبناني اسمه كوستابرافا لبنان ستام فيلم اللي حكي على مشكلة البوليسيون في لبنان في لبنان الفيلم موقفش غادي التغناج كله كان غرين ولا إيكو فرنكي ما كانش فيما بلاستيك وقت التغناج ما كانش رقمت بوعة يخرجوا انجيد فيغر التغناج اليوم هل إنه جايب السينما فاني نجم يعمل خطبط في إنه الراو بالحق في الصيفال صديق للطبيعة في التماتيك اللي كما سينما الأرض ما في نفس الوقت في تنظيم للمعرجين وعليش يخرج انجيد للناس اللي تحب تعمل تلك واتنجم لا تستعمل الكريسي البلاستيك تبدالها بالامريق وفي اللي بوف وما تستعمل تستعمل الجريد وهكذا دولك نحن بدنا فيها لحكي هي رأي شوف كما قلت لك في تونس ما زل معناش تقاليد متع الإكولوجي إنه إسباس كله إيكوفراندلي ولا ما زلنا ما زلنا في دجال الفيستيفال زي تبدأ هكتلاحظ الدكور كان عامل وطلب الكاميرا في الدكور متع الاغوراغ بغسلية مثلا هذو ما معادش بلاستيك ولينا نعملوهم أوراق بشوي 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 نعاون إنه الثقافة هذية بو إحنا عنا توجه كما قلو فني في الحكاية بداي يتطبق شوي على على أرض الواقع وبدنا نتحرك بشوي بشوي دي ما نقوله الحاجات دي ما تاخد شوي وقت ره بشوي بشوي نتصور خمسة ستة سنين أخرين بشتور تكون أحسن لدي زلتاء راه ما يجيوش تك تك في ساعة في ساعة ما بشوي بشوي هو التغيير ما يجيش في ساعة في ساعة تغيير يجب نفس طويل وانا عندك نفس لباس مزيت مكملة ربما محاجر فاليوم إنه مهرجان يحكي على مشاكل عندهم وعلاقة كبيرة بالبلاد والمدينة والمنطقة وهذا يزيد يقرب أكثر دعني نحكي بصراح جني المواطنين في أي مدينة يعتبر أن المعرجان السنين معمولين للممثلين والمتقفين الذين جايبين هم فبارشا يقول أنه يحضر في المعرجان يحضر أنه يحضر أنه مشاكل أو أفلام يشبه الجابس كما قلنا يكسر الحاجز هذا يقول أنه خروج أصلا الأفلام من قاعد سينما للغيرو يكسر العلاقة الجام بين مهرجان الجمهور جابس لي لم يكن علاقة جام لا يحضر بصفة عامة لا يحضر بالصفة 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 لا لم يكن علاقة جابس بين الجمهور اسمع ما يقول لا الناس راهو مش تبخل أما هوك عندها التلفزة عندهم لانترنت عندهم لتبلاتفوغم كل كان يركشة على روحي في داري طفلين نتفرر أنا نتحكم في وقت يوقتش نتفرر ما عنديش مواعيد ثابتة بش نمشي ونشد الصف ونلوج ونس لونك بشوي بشوي كيف كيف كما قلنا تغيير ما يجيش تقب عصا سحرية بشوي 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 احنا في جب سينما فن عنا علاقة مهمة جدا بنينها مع المجتمع المدني عنا 12 جمعية طاقته ناغب معانا في ميادين مختلف ما حبش نسمي بش ما ننسى حت حت دونك الخدمة اللي نخدموا فيها معاهم وهو ما يعاونوا فينا وإحنا نعاونوا فيهم على طول العام وإلا حتى توق انو نحاولوا انو نخدموا مع بعضنا مش نستدعوا الجمهور الجمهور يجي واحده اللي عنده كيما قلت انتي متخوف ما ينجمش يدخل يخمم زي ما ندخل ولا ليه اسمو يقبلوني وإلا ليه هذي كالغول متاعنا احنا مع الشركاء نهدومة هنو نخدموا عليها الحكاية هذي دايور البارح في المجيلاني الساعدي كامبلي اليوم عرض الاطفال كامبلي البارح زاده معتا فما ريزولتات معتا الناس قاعدة تجي والناس قاعدة هكت كان فما شوية من الحاجز اللي حكيت عليه ديجا معاتش سيبون ذيب معاش مجام ان شاء الله ديما كل الحواجز تضبت الضوب شعب شكرا رابي عايشك شكرا على الانتربيو ومشي على خاطر اليوم كان نجموا نمنوا بحاجة انه اي سينما نجموا نعملوا عليها جاوبين ضفرين وكما وقت اللي قالوا المثقفين يفرهد ونحبوكم ترجعوا بشتفرهد الشعب لكن زاده فما انهول اللي نجم السينما اليوم يبدأ بالسينما ينجم يغير من العقليات وحتى من القوانين انا والله حتى كل ما نقول على البناء على هذا ريت انا في قاعد سينما يدخلوش الف اعطيني واحد باركة واحدة كهو يصير له تغيير يحس انه القضية ولا المشكلة ولا الحاجة اللي شايفها مسته ولا داخل من فيها ولا حاجة هذيك بالنسبة لي كما اقولوا بالدنيا بضع هدفي اتحاق الوقت مع واحد وواحد اخر وواحد اخر واثنين وثلاثة تتلم شكرا حبيب يعيش نحن هكا نكملنا شاشات اليوم انتوما كانكم في قابس اقراب على قابس بيشات عدية وخدوة من قابس هذا بروغرام المهرجان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة